أهلا بكم حلقة جديدة من رقم عشرة خلونا نبدأ بها بأخبار منتخب مصر اللي بيتصدر دلوقتي المشهد اللي هي كمان مصر بتتصدر صدارة مجموعة تصفيات أمم أفريقية قبل مواجهة غينيا في الجولة الخمسة بيحتاج منتخبنا نقطة واحدة تعادل فقط علشان يتأهل رسميا إلى أمم أفريقيا 2024 في كود فور ده ترتيب مجموعتنا المجموعة الرابعة مصر بتحترل صدارة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات غينيا برضو نفس الرصيد تسع نقاط من أربع مباريات حنلاقي الفرن هو منتخب مصر اللي سبع أهداف وعليه وعليه هدفين غينيا لها ست أهداف وعليها ثلاث أهداف ده اللي بيفرق من مركز الأول مركز الثاني كمان ملاوي وي أثيوبيا مركز ثالث وي مركز رابع إذن قبل بداية المباراة مصر بتتصدر ترتيب المجموعة الرابعة خلونا نروح لكواليس بخاصة بالاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر مع غينيا اللي بيأخوض فيها الفرن اللقاء بالقميص تم الاستقرار أن منتخبنا هيأخوض اللقاء بالقميص الأبيض الشرط الأسود منتخب غينيا في المقابل بيرتدي الزي الأحمر والشرط الأصفر جدير بالذكرة طبعا أن هذه المواجهة تبع يعني هتقام مفروض على الملعب أو تبع الأراضي الغينية أو الملعب الغيني لكن هتتلاعب في المغرب علشان الملاعب في مراكش طبعا في المغرب علشان الملاعب الغينية غير معتبدة من قبل الاتحاد الإفريقي